بيصلوا ببعض السراويل أو البنطلونات اللي ممكن تلاقيها مقطوعة على الفغد مقطوعة من على الركب أو حاجة زي كده فما حكم الصلاة في مثل هذه السراويل أو هذه البنطلونات؟ هي دي موضة تمام؟ والموضة زي ما احنا عارفين بتاخد وقتها وبتنتهي على كل بالنسبة لمسألة الصلاة احنا قلنا ان في منطقة عورة لازم استرها اذا كان القطع في منطقة العورة بالنسبة للرجل من السرة الى الركبتين او بالنسبة للمرأة كل الجسم على الوجه والكفين والقدمين لو القطع ده يترتب عليه ان الجسم يظهر ويبان يبقى الصلاة غير صحيحة ولو كان مثلا الولد لابس حاجة يعني احنا في الشتاء مثلا فلابس قطنة او وصوف او حاجة مغطية جسمه والبنطلون ده فوقيف فالصلاة صحيحة لان احنا مشكلة الصلاة كلها او موضوع الصلاة محتاج ستر عورة فاذا كانت العورة مستورة خلاص ما فيش مشكلة